نعم أعتقد بشكل عام ممكن نقول بيانة الخارجية السعودية كان من أكثر البيانات الواضحة والمرحبة والدعم لموقفها الشعب السوداني وركزت على قضايا مهمة ومحاور مهمة اللي هو من أهمها وحدة الصف لأن الوحدة هي التي تحقق الاستقرار في السودان الخلاف والانجسام والتشتد هو المهدد الحقيقي لبقاء السودان كدولة فإذا تمسكنا بالوحدة أنا متأكد أننا سنكون قادرين على تجاوز المحنة الحالية فكثير من الدول حولنا بسبب عدم الوحدة وبسبب التشتد والانقسامات اتحولت إلى دولات وحروب داخلية وحروب أهلية ما زالت تعاني منها حتى الآن فالقضية الأساسية في السودان أن الناس تتوحد وأعتقد أنه لحد كبير في وحدة حتى الآن من أفراد الشعب السوداني بشكل عام وموقفهم قد يكون إلى الآن واحد ومتمسك بالتمسك بما تحقق خلال التغيير الأخير الحصل وإبعاد المجموعات التي ظلت تصدر الإرهاب والإسلام السياسي من السودان فالوحدة قضية مهمة ومحورية ومركزية وهي بالمناسبة الأيقونة أو هي الحل السحري للخروج من الأزمة الحالية بأقل الأضرار